ينضم إلينا من بغداد نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام أهلا بك معنا سيد نجم هل الساعات المقبلة ستحسم ملف تشكيل حكومة الكاظمي المنتظرة برأيكم تحية طيبة لك أنا أستبع ذلك لربما يخرج السيد الكاظمي يتحدث عن البرنامج الحكومي المقبل لا سيما هناك توافقات حسب المعلومات التي حصلنا عليها توافقات وتأييد للسيد الكاظمي على أغلب الأسماء التي تم طرحها من أجل قراءة السيرة الذاتية لرؤساء الكتل أولا ومن ثم أعضاء مجلس النواب الثانيا لكن كل المعطيات والمؤشرات بأن السيد الكاظمي سوف يمرر ويتم التصويت على الكابين الحكومية هناك تخوف عند القوة أصحاب القرار السياسي من المرحلة المقبلة لا سيما انخفاض أسعار النفط ألقت بضلالها على انهيار الدينار العراقي أي عدم وجوز سيولة عراقية وهناك تخوف عند المواطنين وخصوصا الموظفين لأن الدولة العراقية لم تعتمد سواء على النفط طيلة السنوات الماضية ملامح البرنامج الحكومي الكاظمي الذي سيقدم للبرلمان أعتقد لا يختلف عن كل البرنامج الحكومي الذي تحدثت بها الشخصيات التي تبوأت منصب رئيس الوزراء لكن أولا المتغير في حكومة السيد الكاظمي هي المدة المتبقية من أمر هذه السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية الأمر الثاني لا بد أن يتناغم مع المتظاهرين عليه أن لا ينسى أو يتناسى لو لا دماء الشهداء المتظاهرين وكذلك آلاف الجرحة لم يصل الكاظمي لا إلى التكليف ولا إلى التمرير وينبغي عليه أن يقوم بمحاسبة مل الذي قتل المتظاهرين لأن السيد عادل عبد المهدي فشل وجعل هناك خلل وجهل طيلة الفترة التي حكم بها عندما لم يحاسب القتل إذن هي مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ولكن في هذه الفترة موقف الكتل السنية والشيعية والكرد كيف يفسر وهو داعم ربما للكاظم لماذا؟ هو منطق المحاصصة؟ نعم أولا كل الكتلة السياسية التي ذكرتها لم تتنازلها لا على استحقاق القومي أو الوطني ولا على استحقاق الانتخابي وبالتالي كل كتلة أو كل جهة سياسية تحدد لها الوزارات كعدد وكأسم وبعدها يتم طرح أو ترشيح ثلاث شخصيات والسيد الكاظمي يختار أحد الشخصيات وإن لم يتم الاتفاق على شخصية من الثلاث يتم ترشيح شخصيات أخرى وهذه خطوة أعتقد إلى الأمام لأن طيلة الفترات الوزارية كل الأحزاب الإسلامية خصوصا الشيعية لم تتنازل على منصب رئيس الوزراء وهنا هل العامل التدخل الخارجي موقف في تحديد ملامح ربما وشكل الحكومة المقبلة أن الأمر ينتفي في هذه المرحلة؟ أنا أقول العامل الخارجي هو موجود لكن ليس بقوة ما كان عليه في الحكومات أو الدورات السابقة بسبب الأوضاع أو المتغيرات التي ضربت سواء في إيران أو سواء في الولايات المتحدة لكن كلنا نعلم أن إيران كانت هي الأقوى في اختيار شخصيات خصوصا الرئاسات الثلاث عندما تم الاتفاق أو تمرير السيد برهم الصالح والسيد الحلبوسي والسيد عادل عبد المادي هناك كثير من تحدث بأن إيران تقدمت ثلاثة أهداف على الولايات المتحدة أما الآن قد اختلفت كل سيناريو المباراة والمرحلة المقبلة لأن أنتجت قوة حقيقية هي قوة الشارع التي غيرت وحيرت القوة السياسية بعد الصمود وما زالت متواجدة في شوارع ومدن العراق أشكر جزيل الشكر من بغداد نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام